هو بيشغل بال رجالة كتير كل يوم بيسألون نفسهم بدل المرة عشرة منهم اللي الحمد لله لإليه إجابة ومنهم اللي مش لقي إجابة ولا سبب ولا تفسير حقيقي لحد النهاردة السؤال ببساطة هو ليه معظم الستات بتتغير بعد الجواز؟ ليه الاهتمام والحب والدلع بيختلفوا؟ ليه ما بقتش تقوله بحبك؟ ليه ما بتتصلش بيه في التليفون وهو في الشغل عشان تقوله وحاش تنيه؟ ليه وهو نازل شغله الصبح مش بتعدل وكده يقاتل قميس ولا تقوله لأ بلاش تلبس القميس ده ولبس الجاكت ده علشان تكون أشيك؟ ليه لما يكون متأخر بالليل في شغل أو اجتماع أو حتى خارج مع صحابه على القهوة مش بتكلمه تقوله أنا مش هنام غير لما ترجع واتطمن عليك؟ ليه كل الحاجات اللي بتعملها معايا زمان أو وقت القطوبة ما بقتش تعملها بعد الجواز؟ ليه وليه وليه؟ مرة تانية بكرر بعض السيدات أو بعض السيتات مش كلهم ولو أنا اللي أنا بتكلم عليهم دلوقتي هم بقول أغلبية للأسف ولكن يعني ما بحبش قاعدة التعميم أنا بقول دايماً بعض السيدات البعض دايماً في كل حاجة فيها للوحي شوفيها الحالة أنا نفسي السيتات اللي بيسمعوني دلوقتي يحاولوا يجاوبوا على الأسئلة دي في سرهم ويصرحوا نفسهم بالحقيقة أعرف ستات؟ لما جوازهم يكونوا نازلين الشغل؟ مش بيقولهم بقى ترجعوا بالسلامة ولا بيسألهم محتاجين حاجة ولا ربنا معاك يا حبيبي ولا عاملك إيه على الغد النهاردة ولا بيعبرهم أساساً وكأن لسان حالها بيقول لها يلا في ستين سلامة والمركب اللي تودي والله موجودين وعرفهم طيب طبيعي بعد كده لما ينزل الشارع أو يروح الشغل ويلاقي واحدة بتبتسامله مش بعيد بقى يعجب بيها ولا يتعلق بيها وترجعي بعد كده تشتكي وتقولي يا رجالة عينها زي غليه ما هو شايف بوز قد كده في البيت نهار ليه لقدامه بعدين أول ما يرجع بدل ما تقوله عملت إيه النهاردة يا حبيبي في الشغل والطبطب عليه كده وتغضب الحضن تقوله وحشتني تلاقيها بقى قعدة قمتة دماغة وفتحة سارينة الشكاوي الشكاقة البكاقة رأسي وجعاني وإيدي وجعاني وإيدي تعباني والعيال هلكوني ودماغي مصدع وبعدها تقوله أنا مش فكرة ولا مش قادرة أتكلم ولا فتح بقي بأي كلمة بعدها ما قلت كل ده تقولها مش قادرة أتكلم ما حاش تكلمني النهاردة مش قادرة خلاص ده إن مرجعش أساساً للبيت ولقيها نايمة أو لقيها نايمة وبعتله رسالة على الموبايل تقوله وبقى طلع حالة سبانخ من تلاجة سخنها أو بقى اشتري لك أي حاجة تقولها وإنت جاي من الشارع عشان ما عملتش حسابك النهاردة في الغداء ما عملتش حسابك في الغداء يا نهارة بيض بعدين ما فيه سؤال أنا عايزة أسأله عايزة أسأله سؤال أنت كست ليه لما حد ييجي من أهلك إخواتك أو أمك أو والدتك أو حد يخصك الولايم تشتغل والمحمر والمشمر والأصناف والأشكال والألوان تظهر وفي الأيام العادية الكوسة ما تتقورش البتنجان ما يتحشيش ولا أي حاجة تتعامل للراجل الهفتان الغلبان الشقيان اللي طالع عينه طالع عينه طبعا في الشغل طول اليوم عشان مين عشانك وعشان البيته وعشان ولادك عايزة أقول فين أيام ما كانت الساد تبتدي الجزة الحتة كبيرة من الفرخة وتأكل بقية هي والعيال فين والله العظيم الأيام دي اشتركوا في القناة